الروح تعود إلى منزل مصمم الأزياء الفرنسي الشهير إيف سان لغان بعد شرائه من قبل رجل الأعمال الجزائري محمد عفان الذي قرر ترميمه وتحويله إلى متحف يحكي قصة وحضارة وهران وعلاقتها بمصمم الأزياء لغان الذي ولد بمدينة البهية مع الحفاظ على الاكسسوارات والمفروشات التي تعكسوا نفس الأجواء التي كان عليها المنزل في فترة الفرنسي إيف لغان المنزل سيكون مفتوحا أمام الزوار نهاية جوان الجاري على أن تكون زيارته وفق برنامج سياحي محدد ويعود تاريخ المنزل لأوائل القرن العشرين أي فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر وعاش مصمم الأزياء الشهير طفولته بين جدرانه وجعل منه لغان ورشة لتصميمه الشهيرة التي حصدت قبل أن ينتقل إلى باريس للعمل بورشة ديوغ أين صمم أزياء ألهمت العديد من مصممي الأزياء عبر العالم